اناب صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة مستشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لحضور حفل الاستقبال الذي أقامه السيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية لدى مملكة البحرين بمناسبة ذكرى مرور ثلاثين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة والضيوف وقد نقل سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وتهانيه بهذه المناسبة العزيزة للاحتفاء بالعلاقات الوثيقة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية وتميزها في مختلف المجالات وتمنيات سموه لجمهورية الصين الشعبية وقيادتها وشعبها بدوام التطور والازدهار وأكد سمو الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة أن العلاقات البحرينية الصينية تشهد نماء مستمرا وأنها ترتكز على أسس راسخة من الصداقة والاحترام المتبادل مشيرا سموه إلى أن مملكة البحرين حريصة على توطيد أواصر التعاون مع الصين في كل ما يخدم المصالح المشتركة ويلبي تطلعات البلدين والشعبين الصديقين وأضاف سموه أن الاحتفال بذكرى مرور ثلاثين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية يشكل مناسبة للتعبير عن عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين وفرصة للتأكيد على الحرص المتبادل لدى البلدين على تعزيز التعاون القائم بينهما إلى أعلى المستويات من جانبه أعرب سيد أنور حبيب الله سفير جمهورية الصين الشعبية عن خالص شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على دعم واهتمام سموه بتطوير علاقات التعاون المتميزة بين البلدين متوجها بالشكر إلى سمو الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة على تشريفه للحفل نيابة عن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأكد حرص بلاده على الارتقاء بعلاقات التعاون مع مملكة البحرين في شتى القطاعات معربا عن سعادته بالاحتفال بذكرى مرور ثلاثين عاما على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين الصديقين هذا وأكد معالي شيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية على عمق علاقات الصداقة التاريخية المتميزة بين مملكة البحرين وجمهورية الصين الشعبية والتي تحظى باهتمام كبير من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء حفظه الله وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله وتستند لأسس قوية وتقوم على الثقة والاحترام المتبادل وتتوافر لها كل المقومات الرقي والازدهار وأعرب معالي وزير الخارجية عن اعتزازه بما يشهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور في شتى المجالات مؤكدا حرص مملكة البحرين على المضي قدما بتلك العلاقات والارتقاء بها إلى مستويات أرحب وتعزيز كافة أوجه التعاون المشترك بما يعود بالخير والمنفعة على البلدين والشعبين الصديقين منوها باستمرار التنسيق والتواصل بين مسؤولي البلدين تجاه مختلف القضايا وفي المحافل الدولية تعزيزا لمصالحهما المشتركة ودعما لمساعيهما الرمية لتحقيق المزيد من التقدم والتنمية لشعبيهما وجهودهما الهادفة ترجمة نانسي قنقر